سلام، هذا عليهم ونحن متراكمة لنحو عشرين عاماً وجاثمة على انفاس العراق في الوصول إلى مرحلة الاندماج مع المجتمع الدولي هكذا كتب تقرير معهد واشنطن الأمريكي عنوينه بالخط العريض في تفصيلات استقبلها سياسيون بلغة التحذير من مغبة أن يعود العراق لتفعيل الفصلين السادس والسابع من قرارات الأمم المتحدة تقرير المعهد الأمريكي حلل المشهد العراقي كاشفاً عن أن الواقع السياسي والقانوني الذي وصفه بالمتراجع في البلاد يضاف إلى أزمات داخلية نتيجة إخفاقات حكومات متعاقبة بما يرجح أن حال البلد أشبه ما تكون خاضعة تحت الوصاية الدولية يدعم التقرير ما حذر منه مراقبون في وقت سابق للسياسات المعقدة التي يحتاجها العراق للوصول إلى وصف الدولة الطبيعية والابتعاد عن مأزق الدولة التي تلجأ إلى العنف خبراء المعهد رأوا أن تعثر العراق في الاندماج بالمجتمع الدولي يعود لأزمات مركبة نتيجة صراعات ونزاعات وإرهاب وفساد وفوضى ما حول حكوماته بعد 2003 لحكومات تصريف أعمال وكل حكومة منها تصدر الأزمات للحكومة التي تليها بحسب التقرير كما حذر من عدم قدرة العراق في الوقت المقبل على الإفاء بتنفيذ التزاماته بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة مع أمريكا حليفته الرئيسية تسليط الضوء الأمريكي على وجود ميليشيات قال التقرير إنها مدعومة من إيران والمشهد أقرب ما يكون إلى عدم علاج العراق لوجودها على أرضه ملف يعرقل عودة العراق لدولة طبيعية ويحرجه على الصعيد الأقليمي والدولي بحسب التقرير الأمريكي